وجهت مديرية المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة تعليم إلى المتعملين الاقتصاديين في مجالية الحيوانات ومشتقات المنتجات الحيوانية بمنع استيراد بعض المنتجات وجاء في تعليمة المصالح البيطرية منع استيراد التونة ومنتجات السيد المحفوظة مرتدلة الدجاج بالإضافة إلى اليوغت والكورن البيف المثلجات حلوة الكريمة سفر البيض السائل صوف وشعل الجمل المنتجات المطبوخة والنصف المطبوخة التي تتكون من اللحم الأحمر والأبيض إلى جانب الطعوم الحية التي تستعمل في السيد هذا وذكرت تعليم أنه سيتم فحص المنتجات في حال وصولها إلى المعبر الحدودي